وغدر البلاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة بعد زيارة رسمية التقى خلالها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بالطارق المعظم حفظه الله ورعاه وكان في وداع سموه والوفد المرافق له معاني سيد خالد بن هلال البسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانية ورفق سموه خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن صعود القاسمي وسمو الشيخ صقر بن صعود القاسمي وعدد من المسؤولين في إمارة رأس الخيمة